تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 295 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 27 طن سلع غذائية كما تم ضبط ما يقرب من 15 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 27 طن دقيق مدعم أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 484 قضية من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و141 قضية خبز غير مطابق للمواصفات